أثناء زيارته لغزة بفلسطين ومعاينته لما يحدث في هذا القطاع المحاصر أعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنتونيو جوتاريس أن هذه المنطقة الفلسطينية تعيش إحدى أشد الأزمات الإنسانية مأساوية ما دفعه إلى مطالبة المجتمع الدولي لتقديم الدعم الإنساني لسكان غزة غزة تريد حلولا لمشاكلها لكن في نفس الوقت أطالب المجتمع الدولي بتقديم الدعم الإنساني لقطاع غزة كمبادرة لمساعدة أهالي القطاع صرح جوتاريس عن مبلغ أربعة ملايين دولار ستقدمه الأمم المتحدة كدعم لنشاط موظفيها يعملون في غزة من الموارد المحدودة لاحتياط مجموعتنا من صندوق الطوارئ أمرت بالإفراج الفوري عن أربعة ملايين دولار لدعم نشاط موظفي الأمم المتحدة يعملون مع شعب غزة في هذه الظروف المأساوية من جهة أخرى جدد جوتاريس تأكيده على موقف الأمم المتحدة الداعمي لحل الدولتين بين الفلسطينيين والإسرائيليين أما النشاط الاستيطاني الإسرائيلي فعبر عن إدانته له واعتبره عقبة كبيرة أمام تطبيق حل الدولتين بين فلسطين وإسرائيل ترجمة نانسي قنقر